موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت بين انتهاء جلسة التشريع النيابية وبين القاء الرئيس عون كلمة لبنان من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تراوحت عنوين الصحف اليوم والتي أولت اهتمام خاص لمسار تأليف الحكومة الجديدة هذه العنوين وغيرها سأتابعها مع ضيفي الدكتور جورج نعمي المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي صباح الخير دكتور نعمي صباح الخير ستطولها رأيكم لكل المشاهدين نواحي الجلسة التشريعية يلي أنهت بالأمس الجلسات التشريعية لهذه المرة رح نبدأ وتحديدا من كاريكاتور حسن بليبل بجريدة الديلي ستار يلي رسم مجلس النواب يمارس رياضة رفع الأتقال فراح يرفع بدلا من الحديد مشاريع الأولين والقروض والمطالب وبعد عم تقلوله يعني أكثر هل تعتبر أن المجلس بالأمس نجح برفع الأتقال الملقات على عتقه لا أكيد لا بداية أول شيء تم تطيير النصاب يعني ما صار فيه استكمال للجلسات بعدين أصلا نحن بمفهوم تشريعي ضرورة هذا المفهوم بعد منه واضح أنه شو الضروري منه بأي نسب ثانيا المجلس النيابي ليس مجلس وزراء يعني اليوم حتى المشاريع اللي أقرت يوم أمس حتى إذا أخذنا شيء ملح جدا موضوع دعم المؤسس العامل للإسكان لنحية الفوائد أوكي أخر القانون ولكن وين مجلس وزراء ما في مجلس وزراء لحتى يحط آلية تنفيذية ليتم تطبيق سترولر مجلس النواب في لبنان لا يمكن أن يحل مكان مجلس وزراء يعني اليوم محاولة التنفيذ يمكن شوي الشارع أنه الدولة بعد عندها آلية معينة بعد عم تمشي فيها هذا يمكن هيك لحتناعت جو أنه بعد فيه مؤسسات عم يعني تقوم بعمل ما إنما من دون تشكيل حكومة جديدة يبقى البلد معطل اليوم السلطة التنفيذية كلها هي منوطة بمجلس وزراء ولا يمكن أنه العجلة تتحرك حتى مع صعوبة تحركة حتى لو تشكلت حكومة يعني يعني منحكي بالتفاصيل بهذه الأمور إنما المجلس نيابي ما في حلم حى المجلس وزراء يعني بالأمس على قاعدة الضرورات تبيح المحذورات جرى مثل ما قال جريدة المستقبل أو تفق على ضرورة تشريع المشاريع متعلقة بمقرارات مؤتمر سادر التزاما بالسقف الزمني اللي يحكم الدولة اللبنانية إذا هي أرادت الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة التي أتاحها المؤتمر المجتمع الدولي إذا المشهد اللبناني سيقتنع بالسير بمؤتمر سادر؟ أنا أعتقد أنه بالأساس المجتمع الدولي بالأساس يعني ما عنده ثقة بمنصوب مرتفع بقالية العمل بالدولة اللبنانية ومؤسساتها إنما جاء مؤتمر سادر كإظهار نية واضحة أنه المجتمع الدولي ما تخلى عن لبنان ويجهد استثنائي وشخصي كمان من الرئيس الحريري نعم اليوم السؤال سألتيني هل الدولة إذا بدأ يعني أنه تمشي بما؟ ليش في عنده حال تاني؟ نحن اليوم أمام أزمة طالت كل القطاعات على جميع الأسعي دي والخروج منه أصلا منه بأمر سهل ولا بأمر سريع ولا على مدى قريب اليوم إذا بدنا نرجع لموضوع المعايير يلي بتوضح موضوع تشريع الضرورة أكيد هذه القوانين يلي بتتعلق بمشاريع يلي أقرت بمؤتمر سادر هي اليوم من الضرورات القصوى ويجب أن تستطبع من خلال إسراع بتشكيل حكومة حتى يقوم مجلس الوزراء بداية تنفيذ بالمراحل الأولى للعديد من مشاريع سادر لأنه ما عنا يعني اليوم الحل لا يمكن أن يأتي من بوابة أخرى غير من سادر عم بحكي خاصة على المدى المتوسط والقريب حتى أي خطوة إصلاحية من الحكومة اليوم في حال تأمنت لظروف ونعرف نحن ظروف الإصلاح في لبنان مش بس صعبة يعني ولا مرة صارت بتاريخنا الحديث حتى لو تأمنت حتى لو كان في جدية حتى لو كل هذه العوامل كانت متوفرة بشكل إيجابي هذا الأمر يتطلب وقت والكثير من الوقت وبينما الوضع الحالي اليوم لا يحتمل مش إنهيك موضوع تنفيذ المشاريع التي أقرت بمؤتمر سادر اليوم هي فعلا ملحة واليوم هي تبقى لنا يعني بصيص أمل وحيد علينا أن نقوم باستغلاله على أفضل وجه ممكن طيب صرف الأموال أو رصد الأموال لهالمشاريع يكفي وحده؟ المشاريع؟ يعني لا يجب أن يترافق مع إصلاحات معينة مع خطط معينة؟ طبعا هي الكونفرنس يعني كان موضوع الإصلاح موضوع أساسي فيه لأنه بتعرف المجتمع الدولي اليوم بعد أربع مؤتمرات بيعرف الوضع تماما في لبنان كيف تحصل الأمور وأنه بالكثير من المناسبات تم الاتفاق على مساعدات وقروض ميسرة إلى آخره مع التزام بخطة معينة والدولة اللبنانية لم تلتزم فيها بس يقول المجتمع الدولي إصلاح شو بيقصد؟ شو هي الإصلاحات المطلقة؟ يعني اليوم باعتقادي أنه الثقة بالقطاع العام صارت بما بد أقول اختفت نهائيا ولكن خلص نكون واقعيين تراجعت إلى حد بعيد مش أنيك اليوم المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الأمور هو بحاجة لضماني الضماني ستأتي من خلال القطاع الخاص يعني اليوم عندما أدرج مؤتمر سادر أنه شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام اللي راح تمولوا هذه الأموال التي رصدت عم يعطي قارنتي عم يعطي نوع من الضماني بناء على فردية اللي هي صحيح أن القطاع الخاص لن يقوم بعقد شراكة مع الدولة بمشروع فيه هدر أم فيه دراسة جدوى غير سليمة أم بيكون فيه أي نقطة من التهريب أي مجال للتهريب يعني القطاع الخاص هو قطاع يسعى وراء الربح هذا عطى نوع من ضماني أنه قال المجتمع الدولي باعتقاده أنه إذا نحن ما قادرين نوصق بالدولة اللبنانية وهي طوال السنوات الماضية ملتزمت بيلي تعهدت فيه فبلك دخول القطاع الخاص وهو أمر سليم وصحيح ونحن بحاجة لإلوه أصلا حجم الدولة سترولا بالاقتصاد الوطني تخطى المعايير يلي تتبع عالميا فنحن بحاجة للقطاع الخاص يأخذ المبادرة ويدخل إلى مشاريع كبر حتى لو بنا تحتية تبع على الدولة لحتى فعلا نقوم بتغيير إذا بدك هالوجه الاقتصادي يلي هو غير مشرك وغير سليم وغير صحي يلي أيضا فوق الدين وكل ما يترتب على هذه المشاريع أيضا نسبة الرضا للساتيسفاكشن عند المواطن من هذه المشاريع هي بدرجة متدنية جدا لأنه بعد ما شف شي ثبت العكس ولا الخدمة على يعني ما في جودة خدمة حتى جريدة الأخبار بهال موضوع ميسم رزق أشارت تحديدا للتناغم يلي رصد مبارح بالجلسة بين حزب الله والرئيس الحريري وهو ما ساهم بتمرير مشاريع الأوانين الخاصة بسادر وتوقفت تحديدا الصحيفة عند كلمة النائب محمد رعد يلي قال قرأنا جيدا القوانين استندنا إلى أراء خبراء اقتصاديين وإقراره سيساعدنا بالاستمرار وحماية الوضع الاقتصادي سنوات إلى الأمام السحفية اعتبرت أنه الكتلة حزب الله قررت أنه النائب رعد يتحدث كي يفهم الحليف وغير الحليف بأنه ندعم إقرار القوانين تموضع حزب الله بهال موضوع هل القصد منه مثل ما قالت إفهام الحلفاء قبل الخصوم؟ يعني هون مقصود أكيد يمكن تكتل كتلة لبنان القوي أنا أرى صراحة أنه حزب الله إذا اتفقت معه ولا لأ هذا موضوع آخر ولكن عنده آلية عمل بيعرف شو عم يعمل وبيعرف يوصل لأهدافه اعتقد أنه حزب الله اليوم خاصة بعد الانتخابات النيابية هو أخذ على عاطقه أمام جمهوره أنه سيكون بخطوات أساسية وتنفيذية وعلى الأرض تدريجية تهمل لناس أكيد يعني اليوم المنحة الاجتماعية إجا حزب الله قال لمناصرين وأنا سأهتم بهذا الملف بهذا الإطار ما بينيسب حزب الله اليوم أنه يصير فيه لا سمح الله انهيار اقتصادي واجتماعي بالبلد لأنه أيضا هو هذا الموضوع يعني بهمه ويريح باله منه لأنه عنده غير انشغالات فاليوم هذه القوانين يلي اليوم يدرك حزب الله تماما أنه اليوم ما في بقى مهرب من أنه نقوم بها وأنه يعني هذه المشاريع اللي بدأت تنفذ رح تعطي دفعة إلى الأمام للاقتصاد الوطني وإذا بد يكون واقعي وقول ما رح تحل الأزمة على الأقل رح تأجل الأزمة أم الانهيار إلى آخره اليوم حزب الله شايف عنده مصلحة مشين هيك تناغم بهذا الموقف يعني أصلا ما بعتقد أنه اليوم مفترض يكون فيه طرف سياسي في لبنان داخل المجلس أنه بكرة بس تشكر الحكومة بيجي بدي يقول أنا ما بدي تنفيذ أجندي تسادر وما رح يقول ما بدي تنفيذ أجندي بده يشتريت شركات معينة التزامات معينة هيك بده يجي الشكل العالي هذا في لبنان تعودنا عليه يعني من هون الكلام أنه الرسالة هي للحلفاء قبل الخصوم عند حزب الله يعني ممكن بالسياسة كل شيء ممكن سترول المهم أنه حزب الله شايف أنه يعني باعتقادة لمس أنه إذا ما أخذنا هذا المنح فيه نحن قادمين على انهيار كبير يعني عم بيصير آخر 3-4 شهور من مواقف بهذا الإطار من حزب الله تدل أنه حزب الله كمان اليوم لامس خطورة معينة وعن بيحاول يكون باستفاف لحتى يديرك الوضع ما بقى فيه يعني 8-14 وحتى الاستفافات اللي صارت بالانتخابات اخترتت الوراء حتى ما بتعرفي أمتي مترجع بتباين يعني اليوم بارح أيضا بيانت بموضوع قانون الاتفاقية التبادل للسلاح تبينت أنه 8-14 أغلبيتهم 8 أدار يعني هنما صوتوا يعني بلبنان هناك الكثير من المتغيرات والقليل من الثوابت فأنتي عم تتعاطب السياسة أي موقف أي ملف يتطلع موقف معين كل طرف وبينتهم حزب الله سيقول أنا مصلحة بهذا الإطار بالنسبة لرصد المجلس مبارح 100 مليار لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود على أن تضع الحكومة المقبلة خطة إسكانية متكاملة خلال 6 أشهر شو يعني اقتصاديا هيدا الشيء شو يعني أنه الناس هلأ فيها تبلش ترجع تقدم أم بعد 6 أشهر يعني تم رصد هذه الاعتمادات عم نحكي أنه 500 مليار 50 رجوع قاله من بلش هلأ أول سنة رصدنا 100 مليار طيب رصدنا 100 مليار يعني إذا بدك كملحق بالموازنة لليكون فيه اعتمادات إنما أنا باعتقادي أنه يعني لوين رحنا هذا الدعم إذا كان عم يتأمن من مصر في لبنان واليوم مصر في لبنان قال أنا ما ببداي أكمل بسيس الدعم إيش للحكومة قال هذا من مسؤولية الحكومة وهو صحيح من مسؤولية الحكومة إيش للحكومة اليوم أم مش للحكومة الدولة من خلال مجلس النواب أمنت هذه الاعتمادات يبقى على الحكومة هلأ بس تتشكل أنه تقول أنه أنا يعني من خلال المؤسس العام للإسكان بدي سأقوم ببدأ بالصرف لحتى إرجع سهل وإرجع فعل موضوع هذه الكروت إنما أنا السؤال بدي أطرحه هيدا الميت مليار من وين إجيت؟ من وين إجيب هيدا؟ هل الدولة كان عندها ميت مليار حطتها بالغزانة على جنب وهلأ نزلتها على الأرض؟ لا الجواب هذه الميت مليار سيكون مصدرة تراكم بالاستدانة لأنه عجز الموازنة اليوم ما تنسي عجز الموازنة يتخطى 7500 مليار ليرة عم نزيد على العجز يعني الدولة بدأت تديانهم ما معيهم من مين بدأت تديانهم بنهاية المطاف؟ عم تديانهم النسبة الأكبر من القطاع المصري يعني السورس نبعا بيكون هو زيته ولكن الطريق يلي عم يسلكها طريق مغاير إنما النقطة كتير مهم يجب أن نذكرها سترولة موضوع تسهيل هذه القروض لذوي الدخل المحدود من خلال المؤسسة العامة للإسكان يعني بعتقد أنه هذه القروض ما كانت تتشكل النسبة الأكبر من القروض السكنية اللي كانت عم تنعطى القروض المدعومة من قبل المصرف المركزي من خلال المصارف التجارية اللي كانت تعطى بفوائد 5% يعني مثل مصرف الإسكان حتى هذه كلها وقفت اليوم هذه المئة مليار من خلال وزارة المالية رح تعيد تفعيل قروض الإسكان من خلال المؤسسة العامة للإسكان يعني اللي دخل العيلة ما بيتخطى 5 مليون لير إذا العيلة دخلها 6 مليون لير شوف من وين بتجيب أم 7 مليون لير هل فيها تدفع ثمن الشقة السكنية الوحدة السكنية اللي عم تشتريها كمانا نقدا أكيد لا الأزمة ما نحلت يعني أنا بقول ما نصور أنه الأزمة نحلت نعمل نوع مثل الترتيب لحل قصم منه هلأ ترتيب هو يعني بركة هلأ لأخر السنة وبعدين ترجع بأخر السنة بتفتح صفحة جديدة بالقروض تفتح صفحة جديدة بالقروض عندما ينتظم العمل النقدي بالمصارف ولنحية مصرف لبنان وهذا الأمر يتطلب الكثير من العوامل الخارجية أبرز هذه العوامل أولا يلي اليوم نحنا وأنا قلته من الـ 2012 أنه بالـ 2012 بلش ميزان المدفوعات اللبناني يشكل عجز لأول مرة 2 مليار دولار سنويا إذن في أموال عم تخرج من لبنان علينا أن نعيد الأموال إلى لبنان ونؤمن ميزان مدفوعات يسجل فائد لحتى يقدر المصرف المركزي يستعمل هذا الاحتياط لدعم هذه القطاعات هذه الشغلة يلزمها شروط مثل بيئة حاضنة اقتصادية بدنا نعيد دخل أموال العمولات الصعبة إلى القطاع المصرف اللبناني هذا الأمر اليوم غير متوفر لأنه أولا سعر البترول بعد ومنه مرتفع 2 بطبيعة الحال الدياسبورال الانتشار اللبناني ليس بخير ماليا ليكب مصاري على لبنان التحولات الخارجية اللي كانت تتخطى 8 مليار دولار اليوم بمستويات منخفضة جدا المصرف المركزي ما بقى قادر يكمل بهذه السياسة الأمل الوحيد اليوم مثل ما عم نرجع على نفس المكان تتشكل حكومة ويبدأ تنفيذ مشاريع سادر لتدخل أموال الصعبة على لبنان لحتى القطاع المصرفي نوعا ما يرجع يستعيد نشاطه يزول هذا القلق ولحتى يرجع يصير فيه انتزام هذا ليس حل نهائي انما نحن للأسف اليوم صرنا نسعى مش ورا حل نهائي قدم الحالة مزرية ورا تقطيع مرحلة اكزاكلي صرنا بس بدنا نقطع يعني هذه الهوة ما نسقط فيها بعد الفاصل هايدي السرخة أطلقتها مبارح أطلقها العمال أرباب العمل حيث دعوا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لحظات بعد الفاصل رح نحكي عن هالحراك المطلب إذا بدي أقول والمواضيع الأخرى لحظات ونعود حكومة الآن مطلب وصرخة أرباب العمل والنقابيين اليوم ما شات بجريدة لوريون الجور يلي قالت أنه اجتماع الأمس خرج برسالة مختصرة جدا مفادها لبنان لم يعد يتحمل وما عد عنده الوسائل للانتظار يجب على الحكومة أن تتشكل الآن يعني نادرا ما نرى أرباب العمل والعمال ونقابيين بحراك واحد ممكن لهالحراك أنه يفعل حيث لم تفعل السياسة بالتشكيل الحكومة لا ما أعتقد المشكلة هي يعني الأحزاب السياسية والأطراف السياسية مش ناطرين أنه حراك معين لحتى يشكله الحكومة هناك خلاف سياسي بس ما بينضغط عليهم من وراء هالك أكيد يعني وهنا الضغط موجود كل الناس يعني باعتقادة ولكن هلأ الشي جديد أنه يعني تلاقوا بهذا الموضوع نعم هلأ إذا تلاقوا أصحاب يعني أرباب العمل والنقابيين بمطلب تشكيل الحكومة ولكن أول ما تشكل الحكومة رح يجوا يفتروا بدي أقوله أنه أكيد بدنا نحنا بدنا تتشكل الحكومة ولكن أيضا ما بدنا تتشكل الحكومة لترجع تزيد التوظيف في القطاع العام نحنا بدنا تتشكل الحكومة لأخذ إجراءات ومعايير إصلاحية أي حكومة بتقدر تأخذ هالإجراءات بتقديرك يعني عم نحكى أكيد وفي رغبة من الرئيس المكلف أنه تكون حكومة وطنية وجامعة ولكن عم تطلع دعوات مثل نقب سامي الجميل لحكومة من التكنقراط البطريارك الراعي لحكومة حيادية أي شكل حكومة بيقدر ينتشل الوضع الاقتصادي اليوم ويعتساقها بنفس الوقت يعني اليوم إذا انطرح موضوع حكومة تكنقراط بدك توضحي أن تكنقراط بمعنى أنه الوزراء لن يكونوا متصلين بالأحزاب السياسية هذا السؤال كبير في وزراء من خارج يعني وما صارت هذه حتى بس إن عملت حكومة الرئيس المئاتي بعد استشهاد الرئيس الحريري كانت سمية حكومة تكنقراط بس هي فعليا ما كانت حكومة تكنقراط لا ما كان فيها محاذبين وأصلا كان المشهد السياسي شوي مغاير عن المشهد الحال إنما إذا عم نحكي عن حكومة تكنقراط بمعنى أنه مجلس وزراء مستقل عن مجلس النواب بيجي مجلس النواب بحاسبه ممتاز هذا المطلوب بس بواقعيا هل هذه الحكومة ستنال ثقة المجلس النيابي بعطيه قادر رئيس الحريري يدرك تماما أنه هذه الحكومة يمكن لو هو إذا بدك يعني عنده ربنا هو بيعرف أنه يمكن هذا حل أنه نبعد شوي عن عن تركيبة المجلس النيابي ونستنسخها بالحكومة هو يدرك تماما أنه هذا موضوع يمكن بتكون حكومته من أفضل الحكومات في حال تمت ولكن واقعيا هو الرئيس الحريري يدرك تماما أنه هكذا حكومة لن تنال الثقة من المجلس النيابي من الكتل لأنه اليوم صرنا بواقع أنه الحكومة هي مجلس النيابي مصغر وأنه الكتل النيابي رح تعطي ثقة لهذه الحكومة على أساس أنه أداش هي تم إرضاء مطالبها وكيف تمثلت بهذه الحكومة يعني اليوم الحصص هي اللي عم بتعيق تشكيل الحكومة فقط أم أنه هناك عوامل خارجية أنا باعتقادة هي يعني حتى لو عوامل خارجية عم تاخد شكل حصص يعني اليوم الحصص إذا اليوم طرف طلع له وزير بتزيد أو بالنائس اليوم ما رح تأثر اليوم ما رح تأثر بس باعتقادة هناك حسابات أيضا ممكن تكون بعيدة المدى أنه هيدا الحكومة يمكن تبقى للانتخابات الجاي فإذا؟ هيدا إذا صارت انتخابات أنت بلبنان يعني كمان ما في شي بيضمن أنه السيكل الإلكترال هالحلقة الانتخابية دائما بتصير بوقته بتصير بوقته يعني اليوم في كتير أطراف بتقولك والله يمكن هذه الحكومة تعمر أربع خمسة يمكن ست سنين وفي حال يعني لم تتهم انتخابات نيابية مجلس الوزراء يعني بيصير علي ثقل كتير كبير نفس الشي في حال صار في فراغ برئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عنه كل هذه الأمور يعني اليوم كل اللاعبين عم يلعبوها على الطول ما عطيت ما عطيت حيز رئاسة الجمهورية المقبلة كمان أصم بالمشهد أكيد عمقول أنا فيه استحقاقين أساسيين في حال طال عمر هذه الحكومة موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وموضوع الانتخابات النيابية المقبلة مشيناك الأطراف عم تفكر باعتقادة لابعيد يعني خاصة إذا بتاخد بعين الاعتبار سترولا أنه تشكيل حكومة في لبنان أصلا ليس بالأمر السهل يعني حول يوم عم نحكيك أنه عن كان توافق استثنائي صاير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأجواء إيجابية وكل هذه الأمور وانتخابات نيابية قطعت عخير وصار فيه تحيل وفات يعني لم تخضع لموضوع 8 و 14 شفنا مشهد جديد ومغاير عطانا أمل أنه الساحة السياسية ستتحرك إيجابا وشفنا الآن قديش صارنا من دون حكومة يعني أي حكومة في لبنان ممكن أنه تأخذ بين 6 شهور لسنة مشيناك اليوم هذه الحكومة من الواضح جدا أنه عمرها سيطول في حال ما جادت شيئا بإطار معركة يعني رئاسة الجمهورية زميلتنا بالنهار سبينا عواس ترى أنه من بين الخلفيات السياسية للشائعات المالية اليوم استهداف الحاكم ربما وضرب صورته حاكم مصرف لبنان لأنه يعتبر مرشح جدي بالسباء المفتوح مبكر على رئاسة الجمهورية وفاءها القراءة أنا لا أعتقد هناك شائعات أكيد الرئيس الحريري حكي عن الموضوع وقال كفة هذا شيء بدر بالبلد وحكي بالتحديد عن مطال الحاكم هناك شائعات مغردة وغير صحيحة أنا لا أقول أنه الوضع سليم لا الوضع مقلق جدا وفيه مؤشرات من سليمة بأي خانق إذن يمكن وضع هالشائعات على الليرة طارة على الحاكم طورا وصحته يعني هناك من يريد أن يدفع بالبلد إلى تأزم إضافة وإلى فوضى لغرض الغرض هو غرض سياسي يعني اليوم إذا عم نحكي عن موضوع تشكيل حكومة موضوع رئيس جمهورية موضوع رئيس حكومة موضوع فينية للإصلاح موضوع حكومة يعني نعقد عليها إذا بدك كتير من الأمال خاصة بكتير من المشاريع إن شاء الله يعني من كتير أنا متفائل بس عمقول في حال في منصوب مرتفع كان من التفائل آخر فترة آخر فترة عم بحكي يعني أول سنة من ولاية رئيس الجمهورية وأنا برجع بقول الصبب الأساسي هو هل تلاقم هل تناغم ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم رجعنا على العقدة السياسية هذه العقدة السياسية على قاعدة اشتدي أزمة تنفرج أو تنفجري لا إن شاء الله لا إذا رايحين بهذا المنحة بهذا الإشاعات حتى أنا بقول سترولة اقتصادياً ونقدياً وميلياً حتى عم قول لو كان في شيء ممنح كمان ما بيسوا نضوى عليه كيف إذا كانت شائعات منا صحيح هذه الحالة ما بتسوى هل المطلوب اليوم أنا بيسأل سؤال مثل ما كل اللبنانيين بيسألوا هالسؤال هل المطلوب اليوم نروح على انفجار نقدي ومصرفي في لبنان هذا الأمر من لا يصب بمصلحة أحد باعتقادي يلي عمي لعب هذه اللعبة هي لعبة خطرة وهذه اللعبة ستطال الجميع نحن كلنا على سفينة وحدة في لبنان هل الحل بمعارضة عاصفة متماسكة وقوية مثل ما قال نبيل بومنصف اليوم لنقل الصراع من ضفة إلى أخرى معارضة حل بيكون بمعارضة اليوم متماسكة ومن ممكن يشكل هذه النواة المعارضة اليوم لا أعتقد يعني أنا بدي أرجع لنقطة مهمة اليوم عندما بينحكي عن حكومة أكترية أنه ولا مش زابطة حكومة وحدة وطنية خلينا نروح الحكومة أكترية ويصير في معارضة وهكذا يكون العمل الديمقراطي نظريا إيه العمل الديمقراطي بيكون فيه أكترية وفيه أقلية بتعارض وبتحاسب إلى آخر ولكن نحن في لبنان اليوم اليوم ليش ما عمدت شكها الحكومة رح قل لك ليش حتى نحط الأمور بمحل اليوم العقدة اللي هي عم تنحط بحصة القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي على كل حال من هلأ لا تجي لحال حاليا بيجو بقولوله للرئيس الحريري خلص شك الحكومة أكترية اللي بده أهل وسهلها اللي ما بده يعارض هذا عمل الديمقراطي عظيم اليوم هل رئيس الحريري هو مستعد أن يدخل بحكومة ما بيكون فيها حلفائه اللي هن القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي أبدا يعني بطريقة مختلفة عم بقولوله للرئيس الحريري عمو الرئيس الحكومة أطرافها هنه من 8 أدار أكيد الرئيس الحريري ما رح يروح بهذه الخطوة مشين هيك اليوم قاعدة المعارضة معارضة مين وأكثرية مين البلد متشعب والملفات فيتب بعضها والحكم اليوم في لبنان اليوم بدوا الجميع بدوا الجميع للأسف بدوا الجميع يعني أنا ما عم أدافع أنا عم أقول هذه حالة شازة غير سليمة غير صحية صارنا مجلس وزراء صار مثل ما قلنا مصغر عن مجلس النيابة مجلس النيابة ما بحسب مجلس وزراء الدليل أنه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ما بدنا نروح بالتاريخ البعيد بالتاريخ الحديث من الطائف حتى اليوم 28 سنة وما شفنا حكومة حاجة بتعنى السئة من قبل المجلس النيابة معناتها نحن عم نحكي هذه الحكومة هي المجلس النيابة في لبنان فازن عن أي معارضة عم نحكي هذا واحد اتنين إذا بدك تاخد المعارضة كمان لبنان بلد فيه تركيبة طائفية ومذهبية مين بده يعارض مين هل يمكن استثناء أطراف كبيرة بتمثل اليوم طواقفة ومذهبها وتقولي له اليوم أنت بالمعارضة ما بدك تفوت بالحكم تدخلي بأزمة حكم أخطر وقالها طابة وجربناها باعتقاد جربناها بال2011 بس تسمر لرئيس مئاتي وكل التعزوا مننا باعتقاد وما حدا يعني المنطق بقول أنه ما حدا بيرجع لهيك مشهد فأنا بقول لا المعارضة شي سليم ولكن بلبنان بالمشهد السياسي الحالي حتى نحن عنا بالنص الدستوري الموضوع حاليا أنا بقول هذا الشي غير متاح غير متاح بعد الفاصل كلمة رئيس عون من على منبر الأمم المتحدة نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الدكتور جورج نعمي المحل الاقتصادي والأستاذ الجامعي نصل إلى كلمة رئيس عون المنتظرة مساء اليوم بتوقيت نيويورك من على منبر الأمم المتحدة رئيس عون بحسب جريد النهار كلمته ستكون عالية السقف لجهة ردها الضمني على تجاهل الرئيس الأمريكي أمس بخطابه أمام الأمم المتحدة تجاهل لبنان عند حديثه عن الدول يلي تصديف نازحين سوريين بالأول بداية لماذا قصد ترامب تجاهل لبنان أم أن ذلك سقط سهوا؟ يعني إذا بدنا نحكي على مستوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مفترض أنه ما في شي يسكت سهوا عم نحكي عن هون الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة ومؤسسة نعرف تماما كيف تعمل وبأي دقة إن شاء الله يكون سأت سهوا إنما هذا الأمر غير مقبول لبنان أول شي بلد موجود على الخارطة ولبنان هو أكثر بلد تحمل هذا العبئ هل في رسالة من وراء عدم ذكر لبنان بين الدول؟ هل تفتكر أنه الولايات المتحدة عم تبعت رسالة؟ على ممكن بالسياسة ممكن يكون أنه نحن عم نتجهالكم لأنه لموضوع آخر عفونا أنا بقول يعني الولايات المتحدة الأمريكية في حال كان بدأ تاخد موقف من لبنان كان فيها ترجمة على غير صعيد يعني حتى اليوم المساعدات للجيش اللبناني بعضها عم تجي من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن اليوم الدولة الوحيدة اللي عم تبعت مساعدات للجيش وهي مساعدات مجانية حتى هي الولايات المتحدة الأمريكية هلأ ما في شك أنه الرئيس ترامب يعني سياسة الرئيس ترامب هي غير تقليدية يعني ما شهدنا مثيل لألة مع الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة الأمريكية إنما هذه نقطة جوهرية أساسية بالموضوع اللبناني نحن لبنان بلد على الحدود السورية أكثر بلد عانى من تدعية هذه الأزمة أكثر بلد تحمل عبء النازحين اجتماعيا اقتصاديا ماليا سياسيا على مختلف الصعود حتى أمنيا فلا يجوز أنه يحزف اسم لبنان إن كان سهوا أن كان عن قصد يتقلب برأيك خطة من الخارجية يعني أو يمكن لأنه لبنانيا بعد ما في اتفاق على مقاربة وحدة لموضوع النازحين السوريين يمكن ما في اتفاق على مقاربة الموضوع لناحية آلية العودة نعم بس هيدا ما بيعني أنه ما في نازحين في لبنان يعني هيدا منه مبرر حتى الرئيس الترامبي ما يذكر لبنان لا لبنان فيه نازحين وأكثر بلد فيه نازحين خلينا ننقل على موضوع تاني مبارح هتمت الصحف كثير بكلام للرئيس عون لمجلة الفيغارول كل يوم جريدة الديار توقفت تحديدا عند قوله أو قول الرئيس عون أنه قرار الحرب والسلم هو صاحب هذا القرار وحزب الله أكد التزامه فيه إلا إذا أقدمت إسرائيل على التعدي على سيادة لبنان الديار سألت هل فخامة الرئيس طرح موضوع دمج حزب الله مع الجيش هو طرح فقط للرئي العام الغربي لأنه قال أنه ممكن يكون الحل سلاح الحزب بنهاية المطاف دمج مع الجيش اللبناني أم أنه تحدث عن رغبة مستقبلية قد لا تكون متاحة داخليا أنا أقول هذا الموقف يصدر عن رأس الهرم في لبناني عن رئيس الجمهورية هو موقف كتير دقيق وبعتقادة أنا أنه يمكن تفسيره يعني إذا بدك بشكل مغاير بطريقتين يعني فيك تقولي أنه بعض التحفزات لناحية أنه لا كان الرئيس الجمهوري في لبنان ولا ما لازم يحكي عن سلح خارج الدولة لازم أتسترى وفيك تاخديه أنه كمانا ليش الرئيس عون يعني من ناحية حزب الله ليش الرئيس عون اليوم طرح أنه بنهاية المطاف هذا الحل نحنا كنا حلافاء إلى آخر الموقف بنهاية المطاف رئيس الجمهورية بس بده يصرح بهذا الإطار الموقف كتير دقيق ويعني بده يعطيه عناية خاصة اليوم شو قال رئيس الجمهورية بعتقادة رئيس الجمهورية قال أنه القرار للحرب والسلم هو عند الدولة اللبنانية ولا يمكن لأي رئيس جمهورية حتى إذا كان هو بالأساس على حلف ما حسب الله أن يكون كلام مغاير عن هذا الأمر بس كونه الرئيس عون قاله تحديدا وهو القريب من حزب الله ومن الأمين العام للحزب له معنى آخر أنا دايما بقول بالسياسة كل شيء ممكن ولكن هل كان فيه يقول شيء تاني؟ هل كان فيه يقول القرار مش عندي؟ لا حتى نكون واقعيين لا الرئيس الجمهورية هو رأس الدولة في لبنان بطبيعة الأحوال سيقول أنه قرار الحرب والسلم عنه وقال بشكل واضح أنه في حال تم الاعتداء على لبنان أكيد سيقوم حزب الله بالدفاع عن لبنان هذا الموقف ما أنه جديد باعتقاله هالموقف ألا يستفز الأمريكيين؟ أنه الأمريكيين ما كانوا عارفين بالطبخة الرئاسية اللي صارت اللي قتت بالرئيس عون أنه الرئيس عون من أي منطلق وصل للرئاسة ومين دعمه وعلى أي حلف دائم عشر سنوات من شباط 2006 لحين وصولوا إلى صدة الرئاسة بال2016 لا بعتقاله ما في شيء جديد أكيد الأمريكيين عارفين هذه الأمور إنما النقطة اللي يمكن اللي واحد بيقف عنده حينما سئل وقال أنه بنهاية المطاف هذا يمكن أن يكون الحل لمج الحزب معه بنهاية المطاف يعني هناك ولكنه عاد وأكد دكتور نعمي عن ما سئل عن وضع حزب الله فقال وضع الحزب مرتبط بمسألة الشر الأوسط وبيحل النزاع في سوريا ألا يعتبر ذلك إسقاط للنائب النفس عند الدفاع عن حزب الله مثل ما كتب نزار عبدالقادر يوم بجريدة اللواء أنا أقول بس نحيد سلاح الحزب منه ونقول أنه هلأ وجوده بسوريا يعني مرهون بنهاية هذه الأزمة ووجوده بالمنطقة بنهاية الأسل الشر الأوسط منه إسقاط لما قلت النائب النفس أنا باعتقاد أنه موقف منه جديد يعني حتى بصرح الرئيس عون بأول عهده يعني يمكن بأول شهرين باعتقادة للتلفزيون الأردن أم المصري كان بزيارة للأردن يمكن عطى الموقف زيته وهذا الموقف بنهاية المطف إذا بدنا نكون واعيين عطى زيته بس رجعت صار الاتفاق من بعد عودة الرئيس الحريري على النائب النفس وهو ما لم يلتزم به حزب الله يعني وإخر شيء من العام للحزب قال الحكومة تنقى بنفسها بس الأحزاب والفرقاء اللبنانيين لا باعتقادي أنا أنه موضوع النائب النفس هو يطال الملف العربي وبالتحديد الملف الخليجي المطلوب كان من حزب الله وعم بحكي بأزمة تشرين تشرين للماضي وقته صار فيه استئالة لرئيس الحريري وكل الأطراف يعني اشتغلت على هذا الموضوع أنه موضوع اليمن والمملكة العربية السعودية على حزب الله أن يعني يكف عن تصريحاته وتدخلاته كل هذه الأمور الموضوع الأساسي بموضوع النائب النفس هو موضوع باعتقادي أنا موضوع اليمن مع المملكة العربية السعودية الموضوع السوري هو ليس بموضوع جديد هذا موضوع قديم ونحن على تماث مع سوريا وحتى أنا بدي أقول ما بدي دافعا رئيس جمهورية ولكن أنا بدي أقول في قول غير هيك أنا بدي أطرح أنا بدي في قول غير هيك حزب الله أولا موجود بسوريا من قبل ما هو صار رئيس جمهوري وهو كان داعم لحزب الله وعلى الأساس يعني مؤتدع بسواهية هل ستضع قطاع المبادرة الروسية لإعادة النازحين على خط سريع كما كتبت هيام عيد اليوم بالديار باعتقاد الروس ستحرك هذه المسألة ستعيد مخاوف الأوروبيين من الهجرة غير الشرعية ممكن هونك نعم يعني ممكن هذه المخاوف أصلا ما يعني من دفنت يعني الأوروبيين دايما عندهم هذا الهجس والروس اليوم حابين يعملوا خرق بهذا الملف وباعتقادة عم بيصير فيه تنسيق مع الجهات الرسمية في لبنان على أساسه وباعتقادة أنا موضوع عندك موضوع إدلب اليوم سترولا الروس أكيد الأولوية لموضوع إدلب عندما يتم الانتهاء من ملف إدلب باعتقادة لأنه بيكون إلى حد ما بيصير إذا بدك الهجس الأساسي هو أنه ينعمل خرق إيجابي بموضوع الناس حين والروس ملتقطين هذا الملف وما بدون يتخلوا عنه لا لمصلحة الأمريكان لأصلا الأمريكان صعب كتير يمسكوا هذا الملف لكن بالتحديد لمصلحة الأوروبيين الروس بدون هني يلتقطوا هذا الملف ويقولوا أي حل بسوريا اليوم روسيا هي لديها اليد العليا بسوريا إن كان عسكريا إن كان سياسيا وإن كان لنحية إرساء آليات لحل الأزمة لأنه ما ننسى أنه عودة الناس حين هي بشكل أساسي فترة ما بعد الأزمة وفترة ما بعد الأزمة أيضا عم بتقول روسيا فترة ما بعد الأزمة أنا سيكون ليه اليد الطولة لنحية أيضا إعادة الإعمار والمشاريع نجح كل ذلك إلى أي مدى يتوقف على النظام السوري الحالي ولا ما قاله علاقة أو ما قاله كلمة أكيد اليوم هذا الموضوع بس تقولي الروس مسكينه إلى حد ما عم نحكي عن دور روسي أساسي اليوم النظام السوري النظام السوري عم بيرتد أسماء اليوم منه قادر يتعاطى مع دول الاتحاد الأوروبي منه قادر يتعاطى مع الدول العربية بعد الأزمة ما انحلت طالما الأزمة ما انحلت اليوم عندك جهة رسمية وهي دولة عزمة تكفلت أنه هي تاخد هذا الملف على عتقة اليوم خذ بلبنان على سبيل المثال سترولا في خلاف كتير كبير على قلية العودة إنما اليوم إذا بتاخد اليوم ضوط الرئيس الحريري وفخامة الرئيس عون اثنينتهم عم يتعاطوا مع يمكن عندهم مواقف متناقضة من قليات عودة الناس اثنينتهم عم يتعاطوا مع الروس بهذا الحل وباعتقاد يعني فيه تنسيق متواصل ودائم مع الروس مش نيك أنا بقول الحل أكيد البواب الروسية هي حل يجب أنه يعول عليه ولكن أيضا يجب على لبنان أنه بنهاية المطاف يقول بشكل واضح للروس ولغير الروس أنه حذاري من أنه يتم حل بسوريا من دون إرسائلية واضحة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وأبقائهم بلبنان يعني من لبنان أو من حتى الدول الأخرى المحيطة أكيد بوضع لكن نحن بهمنا لبنان يعني من بعد جلسة التشعية أمس وأمس الأول صرخة النقابيين وأرباب العمل التحذير من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي هل تتفاقل بأنه ممكن يكون في حكومة بالأسبوعين المقبلين مثل ما كتبت جريدة المستقبل بخانة الأسرار أنه بمجلس النواب كان فيه تقاطع بين كل النواب على ضرورة أن يتحقق هذا الأمر يعني ممكن يكون في حكومة غدا وممكن تكون الحكومة تاخد سنة بعد على شو بتوقف هلأ اليوم هذا الموضوع؟ باعتقد أنه اليوم العامل الخارجي صار عامل أساسي لأنه العقدة الداخلية صارت إلى حد ما كتير زادت تعقيدا فلابد من تنازلات والتنازلات في لبنانية المطاف رح تتشكل حكومة سترولا بدأ ضوء أخطى خارجي التنازلات؟ بدأ تسهيل وهذا تسهيل من ميه؟ ضغط يعني؟ طبعا نحن في لبنان لحتى كل الأطراف تتنازل لبعضها إنما بتقليلي أنا متفائل حتى يصير في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العايشين أنا بقولك لا حتى لو شكل حكومة على الحكومة تاخد قرارات سريعة وجريئة لتنفيذ مشاريع سادة لنخفف ضغط عن القطاع المصرفي إنما تفائل بأنه نحط حد لهذه الأزمة أنا ما عندي باعتقاد الوضع منه سليم لا دكتور جورج نعمة الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بهل خلاصة وصلنا لختام هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك أشكر المشاهدين على متابعتهم اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة